قال مسؤول كبير أن السودان رفض مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على الدين الأزرق ما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع وتقول أديس أبابا أنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطوء الأمطار الموسمية هذا الصيف وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات